بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نبدأ بشرح الوحدة الرابعة عشر وحدة الطول ونبدأ بالدرس الأول وحدات قياس الطول الهدف من الدرس أن يتعرف الطالب وحدات قياس الطول وحدات قياس الطول هي أكبرها الكيلومتر ونستخدمه لقياس المسافات البعيدة المسافات بين الدول أو المحافظات وحدة المتر اللي هي أصغر من الكيلومتر نستخدمها لقياس طول الإنسان ارتفاع عمارة او طول باب او نافذة الديسيمتر ممكن نستخدمها لقياس طول كتاب او طول قلم السانتيمتر هي الاصغر من الديسيمتر ممكن نستخدمها لقياس قلم او طول ملعقة السانتيمتر ممكن نستطيع نقيس فيها هي باستخدام مصدرتنا تدريجاتها هي عبارة عن سانتيمتر المليمتر وهي اصغر وحدة رح نتعرف عليها اليوم وهي ممكن نقيس فيها سمك الهاتف ممكن يكون هنا 2 مليمتر وسمك قطعة نقدية وسمك الورقة اليوم رح نتعرف ايضا على العلاقة بين السانتيمتر والمليمتر السانتيمتر هي نتعرف عليه ونشوفه دايما بمصدرتنا 0 سانتيمتر 1 سانتيمتر 2 سانتيمتر 3 سانتيمتر 4 سانتيمتر 5 وهكذا ونكمل نلاحظ بالمصدرت بين الصفر سانتيمتر والواحد سانتيمتر عشان نوضح اكتر انا رسمتها الصفر بين الصفر سانتيمتر والواحد سانتيمتر في عنا تدريجات عشر تدريجات هاي بنستخدمها المليمتر كل تدريج او كل تجزئة يعبر عن واحد مليمتر لو عدينا رح يكون عندنا بين الصفر والواحد عشرة مليمتر اي عشرة تدريجات اذا العشرة مليمتر هي عبارة عن واحد سانتيمتر بين الصفر سانتيمتر والواحد سانتيمتر في عنا عشرة مليمتر وهكذا بين الواحد والتنين بين التنين سانتيم والثلاثة سانتيمتر اذا العلاقة بين الصنتيمتر والمليمتر هي عبارة عن ان العشرة مليمتر هي عبارة عن واحد سانتيمتر ننتقل لقياس الاقلام او تحدي واحد نتوضيح وحدات القياس اكتر او نتوضيح العلاقة بين وحدات القياس اللي هي بين الصنتيمتر والمليمتر اللي شرحناهم بنلاحظ هون طول البرغي تنين تقريباً صنتيمتر كيف ببلش اقيس بضع احد طرفي المسمار عند الصفر وبثبت عند الصفر وبشوف نهايته لوين تقريباً هي عند تنين صانتي تنين صانتيمتر اي لو بدنا نعد التجزئة الصغيرة اللي هي التدريجات الصغيرة اللي اتفاءنا وحكينا ان هي عبارة عن كل واحدة واحد مليمتر رح يطلع انه هون عشرة مليمتر وهون كمان عشرة مليمتر اذاً عشرين مليمتر اذاً قياس البرغي هو اثنين صانتيمتر اللي هو بساوي عشرين مليمتر ننتقل لقلم القلم الثاني ونقيس ونتبت احد طرفي القلم على الصفر ونشوف الطرف الآخر وصل عنده 12 تقريباً صانتيمتر بالزبط 12 صانتيمتر طيب اذاً طول القلم 12 صانتيمتر طيب لو بدنا نطلع بالمليمتر بين كل صانتي وصانتي اخر رح يكون عندي عشرة مليمتر اذاً كم عندي لو بدنا نحسب هاي عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين مية مية وعشرة مية وعشرين مليمتر اذاً عندي مية وعشرين مليمتر لو نقيس القلم الآخر نثبت الصفر عند احد طرفي القلم الضبط بشكل مستقيم حاول نثبت المصدرة عند الصفر احد طرفي والطرف الآخر نثبته نثبته امتهى عند 16 16 سانتي متر يعني كم بالمليمتر اذا كل سانتي هو عبارة عن عشرة مليمتر عندي 16 يعني كم مية وستين مليمتر شكراً لحسن استماعكم تحدي ثنين رح يكون عندنا واجب وتحدي ثلاث ايضاً واجب بيتي شكراً لكم اشتركوا في القناة